موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم والبداية من صحيفة الڭارديون التي نشرت موضوعا تحت عنوان كيف يجب أن ننظر إلى تفكير الجهاديين المراهقين كتب سايمون جينيكنز أن هناك تضخيما لقطر الجهاديين على بريطانيا ويقول جينيكنز إن الكثيرين من أصدقائه يرون أنه من الممكن التسامح مع تعاطي الشباب للمخدرات أو العلاقات الجنسية لكنهم لا يمكن أن يتسامحوا معهم عندما يصبحون متدينين ويوضح جينيكنز أن الرومانسية في موضوع خوض الشباب حروبا بعيدة عن الوطن كما حدث في الحرب الإسبانية ومع الفيلق الأجنبي في فرنسا قد تكون أسهمت في دفع شابين من كاردف وفتاتين من مانشستر للسفر إلى سوريا لخوض تجربة الجهاد ويعتبر أن الشباب هناك يشاركون في حرب بين العلويين الشيعة والسلفيين السنة بهدف السيطرة على المنطقة وتأسيس الخلافة الإسلامية ويضيف جينيكنز أن 10% من الأطفال البريطانيين تحت سن الخامسة هم من المسلمين وهؤلاء يذهبون إلى المساجد ويتعلمون أحكام الشريعة والقرآن وفي يوم من الأيام سيكبرون وسيصبحون شبابا وتعتمد ميولهم حينها على ما تعلموه في صغرهم ويقول إنه سافر كثيرا إلى عدد من الدول الإسلامية وفوجئ عندما وجد أن الأنظمة الحاكمة فيها علمانية بدرجة كبيرة رغم المشاعر الدينية على المستوى الشعبي لكنه يعتقد أن الحسنة التي قدمتها هذه الأنظمة الدكتاتورية هي أنهم تمكنوا من إبقاء الإسلاميين بعيدا عن الصورة ويقول أن جميع الحكام السلطويين بدءا من أتاترك إلى عبد الناصر وصدام حسين نجحوا في ذلك بشكل كبير ويخلص جينيكنز إلى أن أبناء العالم الإسلامي يحتاجون الدعم الغربي في المجالات الإنسانية والإغاثية ولكن ينبغي على بريطانيا أن تقبل بوجود بعض الأصداء للصراعات الطائفية والعرقية بين المسلمين ويضف أن هذه الصراعات لن يمكن تجنبها بواسطة القنابل والأسلحة وأن الإصرار على سلوك واشنطن ولندن هذا المنهج سيكون جريمة وتأجيجا للحروب في العالم الإسلامي ويختتم جينيكنز المقالة بالقول لقد ألحقنا بالعالم الإسلامي أضررا تفوق كل ما ألحقه بنا وينبغي أن نتركه يحل مشكلاته بنفسه نواصل مشاهدين الكرام مع صحيفة الديلي تيليغراف التي نشرت موضوعا تحت عنوان من داخل قيادة الدولة الإسلامية كيف تدار الخلافة الجديدة كتبت روث شيرلوك توضح أن أبا بكر البغدادي الذي نصبه تنظيم الدولة الإسلامية في منصب الخليفة يدير المناطق التي يسيطر عليها من خلال مجموعة من المساعدين يعملون كحكومة كاملة تعمل على جبهتين الأولى جبهة العمليات العسكرية في سوريا والعراق والثانية إدارة الشؤون اليومية للسكان الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية وتقول شيرلوك أن الوثائق التي حصل عليها الجيش العراقي بعد مدهمة منزل أحد قادة التنظيم توضح تفاصيل دقيقة عن تركيبة القيادة وأسلوب إدارة التنظيم وتوضح شيرلوك أن أسلاف البغدادي ومنهم أبو مصعب الزرقاوي أدار التنظيم منذ كان يعرف باسم الدولة الإسلامية في العراق أداره بأسلوب مركزي في اتخاذ القرارات وهو الأمر الذي غيره البغدادي وتضيف أن البغدادي عين نوابا له مسؤولين عن إدارة كافة الشؤون بدءا من المعارك على الجبهتين السورية والعراقية وانتهاءا بالأمور المالية وصرف الرواتب وتنقل شيرلوك عن المحلل هشام الهاشمي الذي اطلع على الوثائق قوله أعتقد أن البغدادي بمثابة الراعي ونوابه مثل الكلاب التي تحرس القطيع فقوة الراعي تأتي من كلابه تقول شيرلوك أن الوثائق توضح أن للبغدادي معاونين رئيسيين هما أبو علي الأنباري الذي يدير العمليات العسكرية للتنظيم في سوريا كان لواء في الجيش العراقي السابق خلال فترة صدام حسين والمعاون الثاني هو أبو مسلم تركماني وكان مقدما في الاستخبارات الحربية العراقية وأمضى بعد الوقت في العمليات الخاصة العراقية أيضا ويقول الهاشمي هؤلاء هم السبب الأساسي في قوة البغدادي وهم من يدعمون سيطرته على الوضع وتضيف شيرلوك أن التركماني والأنباري معهم أشخاص آخرون ضمن سلسلة من القادة تستمر حتى رؤساء الأحياء وتنقل شيرلوك عن الهاشمي قوله إنه عندما سيطرت الدولة الإسلامية على الموصل قفز حجم عائداتها إلى ما يقرب من مليار ونصف المليار دولار بالإضافة إلى ذلك تمكن المجاهلون من الحصول على غنائم من المعارك أغلبها مصنوعة في أمريكا مثل حافلات نقل ومعدات وأسلحة عسكرية تساوي ما يزيد عن مليار دولار إضافية نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة الوطن القطرية التي نشرت مقالة للكاتب والإعلامي أحمد منصور بعنوان نكبة مدن الحضارة القاهرة بغداد ودمشق القاهرة المدينة الساحرة جوهرة الشق التي ظلت على مدى عشرين قرنا مهد الحضارة ومركز الإشعاع ومهو الأفئدة فستات عمر بن العاص بلد الألف مئذنة وأكبر مدن إفريقيا والعالم العربي بلد الأزهر والعلم وكافة الفنون والحضارة القاهرة تعيش نكبة كبيرة منذ حاول شعبها أن يتحرر بالحكم العسكر ويقوم بثورة شعبية شهدت لها الدنيا كلها في حينها غير أنها انتكست حينما تحكمت الأهواء والمطامع والخلافات بالثور وعد العسكر مرة أخرى بشراسة غير معهودة فقتلوا الآلاف واعتقلوا عشرات الآلاف ودخلوا في حرب مع الشعب الذي من المفترض أن يحموه فقفر أهل القاهرة الذين يعيشون نكبة غير مسبوقة وتحولت مدينة الحضارة والعراقة والتاريخ والمآذن والعلوم والفنون الإنسانية تحولت إلى مدينة طاردة تعيش أيام دامية وحياة كائبة ومثلها تعيش بغداد ثاني أكبر المدن العربية بعد القاهرة بغداد بنها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور في القرن الثامن الميلادي وجعلها عاصمة للدولة العباسية فكانت عاصمة العالم في ذلك الوقت حيث كانت الدولة العباسية هي الأقوى عالميا وهي التي دانت لها الدنيا وأصبحت تقود العالم حيث امتد نفوذها من شرق آسيا وحتى بلاد الأندلس ورورا بشمال إفريقيا وقد بلغت بغداد ذروة المجد ومهد الحضارة في عصر الخليفة العباسي هارول الرشيد ورغم نكبات بغداد المتلاحقة لا سيما على أيدي المغول والتتر إلا أن النكبة التي تعيشها بغداد الآن هي الأكبر في تاريخها فالمدينة التي كانت مهد الحضارة ومركز العلم وجامعة الفنون والآداب أصبحت مدينة الخوف في عهد نور المالكي فقد قتل فيها خلال العقد الماضي خلة أبناء العراق من أصباء وعلماء وأساتذة جامعات كما هاجر وطرد منها عشرات الآلاف خلال عقود الخوف في سنوات حكم صدام حسين لكن بعد الاحتلال الأمريكي أصبحت الأوضاع كارثية وتحولت عاصمة الدنيا خلال القرون الوسطى إلى مدينة من كوبا لا يعلم أحد كيف سيأول مستقبلها وعلى من والها دمشق التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة وأقدم عاصم العالم مع شقة السيرة في شوارع مدينة قديمة بعد القاهرة قدر عشقي للسير في شوارع دمشق القديمة بشوارعها الضيقة وحواريها وبيوتها الساحرة وأسواقها ومساجدها وكنائسها وحماماتها تلك الأبنية التي مرت عليها ألاف السنين وخطوات الناس فيها لم تنقطع كل بيت كل شارع يحكي تاريخ حضارات متعاقبة قبل أن يتخذ العباسيون بغداد عاصمة لهم اتخذ الأمويون دمشق عاصمة لهم فكانت مهدى الحضارة ومهوى أفئدة قلوب الصحابة حيث هاجر إليها العشرة من الصحابة الذين تمتلئوا بها قبرهم في عهد الأمويين كانت دمشق عاصمة الدنيا كما كانت على مدار القرون من قبل وازدهر بها كل شيء وبقيت على مدار التاريخ منارة للعلم والتجارة والحضارة والأدن لكنها تئن الآن تحت حكم طائفي حولها إلى سجن كبير لأهلها وأصبحت أقدم عاصمة في العالم هي أكبر معتقلة العالم ما يؤلمني هي هذه المدن التي أعشق السيرة في شوارعها لا أعرف هل أعود إليها يوما أم لا ما أقصى أن تتحول مدن الحضارة والعراقة والتاريخ والعلم والمعرفة أن تتحول إلى مدن منكوبة لكنه الواقع الذي صنعه هؤلاء الحكم الذين يكرهون هذه المدن وهذه الشعوب نواصل المشاهدين الكرام مع صحيفة الدستور الأردنية التي نشرت مقالة لياسر الزعاترة بعنوان غزة تقاوم ولن تستسلم ماذا بعد أربعمائة طن من المتفجرات ألقاها العدو على قطاع غزة خلال يومين فقط نكتب بعد ظهر الأربعاء وطائرات العدو لا زالت تعشش في الفضاء وتلقي بحمامها على ما تسميها أهدافا للإرهابيين يشمل ذلك منازلهم هي حمام تقتل الأبرياء أكثر من المقاومين لكننا نكتب أيضا والرجال لا يزالون يخرجون من تحت الأرض ليطلقوا صواريخهم نحوة الأبيب والقدس وصولا إلى حيفة يخرجون من تحت الأرض التي حفروها بأظافرهم لكي لا يستسلمون العدو حين كان آخرون يستمتعون بالتنسيق الأمني كان أولئك الرجال يصلون الليلة بالنهار من أجل تهريب صاروخ ومن أجل حفر نفق يخبئونه فيه لحيل الحاجة لكن بعض الصغار كانوا يقارنون بين التهديئة هنا وبين التعاون الأمني هناك من دون أن يلتفتوا للفارق بين من يعد العدة وبين من يرتمي في أحضان عدوه القتلة في مأزق يتخبطون لسيما بعد أن تبيننا أن تقديرات أجهزتهم الاستخباراتية لم تكن دقيقة لم تكتفي حماس بإطلاق الصواريخ ردا على العدوان بل هاجمت قاعدة بحرية وفجرت معبر كرم أبو سالم وبصرف النظر عن حقيقة الإصابات في طرف العدو فإننا نتحدث عن مطولة استثنائية في معركة غير متكافئة كما نتحدث عن إرادة لا تقر وهي إرادة سيعرفها الصهينة أكثر فأكثر إذا تورطوا في تواغل مري يضف الكاتب إذا أطلقت المواجهة الجديدة في القطاع إذا أطلقت شررة الانتفاضة الجديدة في الضفة فسيكون ذلك إنجازا عظيما لها لا سيما أنها كانت بدورها نتاج للمواجهات في الضفة بعد أسر المستوطنين وقتلهم وردود الاحتلال على ذلك وإذا منتهت بتهديئة جديدة بشروط المقاومة فهي انتصار معنوي لا سيما بعد وصول الصواريخ إلى مناطق لم تصلها في تاريخ الصراع وفي الحالتين لن يحصد نتنياهو غير الخيبة حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدنا وننتقل الآن إلى موقع هابرلر الذي نشرت تحت عنوان دراسة دولية 41% من الشباب السوريين اللاجئين في لبنان فكروا بالانتحار جاء فيه قالت الدراسة التي أعدها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع منظمتي يونسيف ويونسكو والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وجمعية إنقاذ الطفل الدولية وتلاها روس مانتن منسق الشؤون الإنسانية ومثل صندوق الأمم المتحدة للسكان قالت إن الاحتياجات للشباب السوريين اللاجئين من الإناث والذكور في لبنان لم يتم تلبيتها بطريقة شاملة ومنتظمة وأشرت إلى أن السبب في ذلك هو ندرة البيانات والاعتماد على الأدلة القولية العابرة التي لم يتم توثيقها على نحو كاف وتابع مانتن إن النتائج كشفت عن حالة هشة تسود واقع الشباب السوريين اللاجئين في لبنان في واقعهم الصحي والتعليمي والاجتماعي والنفسي والمعيشي والاقتصادي وأشر إلى أن 41% من هؤلاء الشباب فكروا في الانتحار وأن 53% منهم لم يشعروا بالأمان مطلقا في لبنان مضيفا أن حالات التحرش والاستغلال الجنسي وسوء المعاملة تنتشر على لطاق واسع بين هؤلاء الشباب ودع المسؤول الأممي إلى معالجة جماعية للشباب المتضررين من الأزمة السورية في لبنان من خلال تأمين المأوى والتعليم والسوب للعيش والصحة والحماية والتماسك الاجتماعي وفي هذا الصدد أشر إلى ضرورة العمل من أجل إنشاء علاقات جديدة بين الشباب اللبنانيين والسوريين مبنية على الاحترام والتعاطف والمشاركة الفعالة في الاستجابة للأزمة الإنسانية وأوضحت الدراسة أن حوالي 16% من عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما مشيرة إلى أن تأثير الوضع الإنساني على هؤلاء المراهقين لم يتم توثيقه ولفتت إلى أنه بالرغم من أن معدل ثمانية شباب اللاجئين يتقاسمون مساحة معيشية واحدة وأن الشباب يتشاطرون غرف نومهم مع 4 أو 6 أشخاص مما يجعل 22% منهم ينمون بغرف مع أشخاص بالغين من غير الأقرباء ومن الجنس الآخر إلا أن 72% من الشباب اللاجئين أعرفوا عن ارتياحهم النسبي للمناطق التي يعيشون فيها في مختلف المناطق اللبنانية نواصل مشاهدنا مع موقع أخبار العالم حيث نشر مقالا لشعبان عبد الرحمن بعنوان يد واحدة من أجل إسرائيل جاء فيه إلى متى يظل فريق من المهتمين بالقضية الفلسطينية يجادلون أنفسهم؟ تشككا في أن ما يدور هناك فوق الأرض أو تحتها هو مؤامرة متكاملة الأركان فهناك موضى بين فريق لا بأس به من المثقفين يرفض نظرية المؤامرة لكن المعروفة تاريخيا وواقعيا أن عالم الصراعات لا يخلو من الدسائس والمؤامرات وقضية فلسطين ليست بعيدة عن ذلك بل هي برمتها وليدة مؤامرة استعمارية كبرى سقطت فيها أطراف عربية وفصائل داخلية بأشكال مختلفة ولكن في مناسبات متبينة لكن كلها للأسف الشديد ظلت تصب في خانة التمكين للمشروع الصهيوني على حساب التهام الأرض وتشريد الشعب الفلسطيني ولم تتوقف التصريحات والبيانات الصهيونية والأمريكية عن التأكيد على دعم أطراف عربية للمحرقة فهناك أطراف عربية راضية وتهتز طربا عند سماع تلك البيانات والتصريحات إن الذين رقصوا على جثث ضحايا مجزرتين رابعة والنهضة في مصر الانقلاب يواصلون نفس الرقصات اليوم على ضحايا مجازر الصهينات في غزة غزة اليوم تواجه عدوانا ثلاثيا بامتياز صهيوني عربي دولي وقد استغرق تصنيع ذلك التحالف عقودا من الزمن ويختتم الكاتب قائلا واليقين الذي لا يعتره أي شك أن المسيرة ستظل منطلقة حتى تصل إلى المحطة الأخيرة حين يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر ويقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعال فاقتله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشر موقع زمان الوصل مقالا بعنوان في قطاب ناري أردغان للمعارضة خذوا مرشحكم وانضموا إلى بشار الأسد أخذت مفاعل ما يجري في سوريا وغزة تظهر بشكل جلي أكثر فأكثر على ملامح الحملات الانتخابية الخاصة بالرئاسة التركية مع إنقاء المرشح لهذه الانتخابات رجب طيب أردغان مع إلقائه خطابا ناريا انتقد فيه بشدة مرشح المعارضة أكمل الدين إحسان أغلو لتصريحاته التي طالب فيها بإقفال الأبواب أمام اللاجئين السوريين ودعوته لالتزام أنقر الحياد في القضية الفلسطينية وقال رئيس الوزراء التركي أردغان إن الشعب التركي لا يمكن أن يغمض عينيه عما يجري في سوريا وغزة ومصر مذكرا الأتراك بتاريخ أجدادهم العثمانيين وفي خطاب ألقاه أمام حشد كبير في مدينة طوقات شمال تركيا ضمن حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية قال أردغان لا يمكن الوقوف على الحياد في قضية فلسطين التي يقتل فيها العزل والأبرياء منتقدا تصريحات مرشح حزبي المعارضة والشعب الجمهوري والحركة القومية أكمل الدين إحسان أغلو التي دعا فيها إلى وقوف التركيا على الحياد في القضية الفلسطينية وأضاف أردغان أجددنا قطعوا المثافات وتوجهوا إلى اليمن وتونس ويريدون مني أن لا أهتم بقضايا المناطق المجاورة يطلبون مني عدم رؤية ما يقع في غزة ومصر وسوريا أوجه كلامي إلى حزبي الحركة القومية والشعب الجمهوري خذوا مرشحكم وانضموا إلى بشار الأسد وكان إحسان أغلو تعحد بإغلاق أبواب تركيا أمام السوريين إن فازل اتخابات الرئاسة قائلا إن أكثر من مليون مواطن سوري متواجدون الآن في بلدنا وأغلبيتهم دخلوا بصفة غير لاجئ كان على تركيا ألا تفتح المجال أمامهم ولفت أن إحسان أغلو الذي كان يشغل منصب أميني عام منظمة التعاون الإسلامي وكان يوصف في كثير من الأحيان بأنه البروفيسور الإسلامي وهو الذي وقع عليه خيار حزب الشعب المعارض بزعمة كمالق ليشدار أغلو العلوي الانتماء والذي لم يخفي تأييده لنظام بشار الأسد خلال حربه المستمرة على الشعب السوري منذ قرابة أربعة أعوان هذا وتنعقد الانتخابات الرئاسية التركية في شهر آبل قادم وسط منافسة يتصدر مشهدها رئيس الوزراء الحالي رجل طيب أردغان وإحسان أغلو إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم ولقاكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة